من جانبه أكد وزير خارجية اليابان هاياشي يوشي ماسا أن مصر تلعب دورا مهما في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وفي إفريقيا وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يعد رمزا للتعاون الوثيق بين مصر واليابان تعد مصر شريكا مهما للغاية لليابان وتلعب دورا مهما في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفي ضوء قيام السيد كيشيدا رئيس وزراء اليابان بترقية العلاقات الثنائية بين مصر واليابان إلى شراكة استراتيجية وذلك خلال زيارته لمصر في إبريل من العام الجاري قمنا بتبادل الآراء بشكل صريح وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد منذ قليل وتناقشنا حول مجموعة واسعة من الموضوعات مثل العلاقات الثنائية بين البلدين وأيضا السياسة والاقتصاد والتعاون الاقتصادي فضلا عن الأوضاع الدولية والعلاقات الإقليمية والدولية أيضا انطلقت مساء اليوم الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني وذلك على هامش اجتماعات الدورة المئة والستين لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يهدف المنتدى الوزاري العربي الياباني في جولته الثالثة إلى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان والتعاون الوثيق وتقارب الرؤى السياسية بشأن التعامل مع تحديات الإقليمية والعالمية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أدعو أصحاب السمو المعالي لأخذ الصورة التسكرية في السلالم الخارجية كما أشكر رجال الصحافة وأطلب منهم مغادرة القاعة حيث سوف نستأنف الجلسة المغلقة شكرا